مرحبا أكيد وجهك موقف الاختلاف بالرأي بينك وبين شخص ما بعرف الصراحة شو صار بينكم اختلفتوا، ضاربتوا، بطلتوا تحكوا مع بعض، حليتوها ودي بغض النظر انتوا شو صار بيناتكم بس اسمح لي أقول لك هل أكم من شغله بخصوص اختلاف الرأي لما شخص ينتقدك ويخالفك بالرأي ما تهاجمه هاجم رأيه انت انتقد القول بس احترم القائل انت مش مشكلتك معاه هو انت مشكلتك برأيه أعطيك مثال بسيط لما يدخل مريض على المستشفى احنا مهمتنا نقضي على المرض مش نقضي على المريض فلما الموضوع ما يعجبك ويخالف رأيك انت ناقش بس بالموضوع وما إلك انك انت تشتم أو تحقر صاحب الموضوع لأنه بالنهاية مشكلتك بس بالموضوع